السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أحبة المشاهدين في برنامجكم سنن سنتنا اليوم سنة غائبة عند الكثير من الناس وهي سنة تعريض الجسد للمطر عند النزول نسأل الله أن يغيث الأرض والبلاد والعباد هذه سنة قد يستغربها البعض من الناس وهي سنة تعريض الجسد للمطر في أول نزوله وقد جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبه بمعنى كشف عن ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت ذلك يعني الصحابة تعجبوا وهذا من باب التعليم قال لأنه حديث عهد بربه لأنه نزل الساعة فالسنة عند نزول المطر أن يخرج له الناس هذه السنة ويكشفون جزءا من أجسادهم وذلك دون لشك كشف العورة يعرضون هذا الجزء للمطر بشكل مباشر دون حائل الثياب أو المضلات أو غير ذلك وقد برر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لأنه حديث عهد بربه فالمطر قد نزل التو من السماء والمطر حيث الخلق والتكوين وهو علامة الرحمة والخير وهو بشرى لأهل الإيمان وهو الحياة للأرض والإنسان والحيوان ولذلك قال أهل العلم لا حرج في جمع ماء المطر للإغتسال به وهذه قليلة عند الناس يقول أهل العلم لا حرج في جمع ماء المطر للإغتسال به بل قالوا والاستشفاء به سواء كان الإغتسال من السحر أو من أي مرض آخر وذلك لأسباب أولها أنه ماء طاهر مطهر يجوز الإغتسال به عموما فجمعه لا حرج فيه واستخدامه في العلاج من الأمراض الروحية من السحر والمس والعين والحسد حقيقة هو أمر مجرب وعين ذلك أنه موجود عند كثير من إخواننا الذين جربوه من باب التجربة والاجتهاد فما ثبت نفعه جاز استعماله بشرط لا شك عدم مخالفة النصوص الشرعية وقد ورد الاستشفاء به عند بعض السلف فمن ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها فيشتري به عسلا فيشربه بماء السماء فيجتمع له أولا الهنيء المريء والماء المبارك والشفاء أخرجه بن أبي حاتم ولهذا يقول ابن كثير في تعليقه وفي تفسيره قال وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صحفة وليغسلها بماء السماء وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس منها فيشتري به عسلا فيشربه بذلك فإنه شفاء ثم ذكر ابن كثير وهذا دليل على فقهه في ذلك ومؤيدا لهذا الصنيع من وجوه أولا استدل بقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء وهذا قوله بالكتابة والأمر الثاني في مسألة ما ينزل من السماء قال الله وننزل من السماء ماء مبارك فالذي ينزل من السماء هو ماء مبارك وثالثها في قوله أخذوا شيء من صداق المرأة قال الله فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال في العسل قال تعالى فيه شفاء للناس وقوله أي حديث عهد بربه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعرض للمطر رجاء البركة وعليه فلح رج في جمع ماء المطر وغيره من المياه للاستشفاء ويمكن أن يقرأ عليه لا بس شيء من الآيات خاصة الفاتحة لأنها أم الكتاب وفاتحة الكتاب وهي الشافية وهي الكافية ويقرأ عليه آية الكرسي والمعودات فهذه سنة عظيمة غالية من حفظها فليقم ويعمل بها ومن السنن أيضا المهجورة رد المال أو المقترد بأكثر بما أقرضه بمعنى إذا أعطاك الإنسان مالا أو أخذت من إنسان قرضا من غير اشتراط يعني مما اقتردته كما وكيفا من غير اشتراط سابق فمن السنة أنك إذا وفيت المال أن تزيده وهذا لا شيء فيه ومن السنة ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فأغلظ له فهم به الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل يعني أفضل وأكبر قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله ويستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه وهذه من السنة ومن مكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفع فإنه منهي عنه كما ذكرنا لأن النهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض في أوله وهذا مذهب الإمام النووي أنه يستحب الزيادة في الأداء عما عليه ويجوز للمقترض أخذها سواء زاد في الصفة أو في العدد بأن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر كما ذكرنا ولكن شرطها أن لا يكون ذلك في اتفاق في أول القرض يعني بمعنى إذا قال الإنسان أقرضك عشرا وتأتي بأكثر من ذلك فهذا لا يجوز إذا كتب بينهم بشرط أما من باب الوفاء من غير اشتراط فهذه من سنة النبي صلى الله عليه ورحمه ومن السنة الجميلة والتي نحتاجها في كل يوم هذه سنة يا أحبة لا بد أن نحذر وأن نطبقها وكثرة الأمراض وما يتعلق بمس الجن إنما يحدث في مسألة النوم على الفراش فمن السنة نفض الفراش قبل الافتراش فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بأبي وأمي يهتم بأمن وأمان المسلم وقد وردت سنة كثيرة في هذا المجال منها هذه السنة التي بين أيدينا وهي سنة نفض الفراش قبل النوم جاء عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما يعني خلفه عليه أو ما تركه عليه في فراشه ثم يقول ذلك العبد باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فالعل هنا في نفض الفراش كما ذكر أهل العلم هو إزالة ما قد يكون عليه سواء كان ذلك من دواب الأرض كالعقارب والحشرات وإلى غير ذلك من مخاطر فيأمل المسلم عند نومه منها كما يخلو كذلك ذهنه للأذكار الكثيرة قبل نومه فلا يلهيه الشيطان باحتمال وجود حشرة في فراشه أو غير ذلك وهناك رواية أخرى عند مسلم أيضا ذكرها في هذا الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها الفراش وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه من بعده على فراشه قال وليسمي الله فإنه لا يعلم ما تركه بعده على فراشه فإذا أراد أن يتجع فليتجع عن شقه الأيمن أو على شقه الأيمن فهذه من السنة وليقول سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فأرحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين هذه من السنن الجميلة الرائعة فبذلك يقول أهل العلم الترتيب فيها في تأعمال النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم كأن يبدأ بنفض الفراش ثم بعد ذلك التسمية ثم الاتجاع على جنبه الأيمن ثم يقول الدعاء الوارد والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحياة لا تخلو من الحشرات والعقارب لأن البيئة كانت صحراوية في زمن الصحابة رضي الله عنهم والحقيقة أن تطبيق هذا الحديث إنما هو أمر تعبدي وما يدريك ربما سكن على ذلك الفراش هام ما لا تراها بعينك كالدواب الأخرى كالجن والشياطين والمرد ومن كل أداء فالإنسان يمتثل يأخذ بداخلة إزاره يعني لا يباشر بيده كما قال أهل العلم حتى لا تتسخ إنما يأخذ يعني الثوب أو الغترة أو حتى ولو الفوطة أو المينشفة أو ما كان في يده ثم ينفض الفراش ثلاثا فهذه هي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ومن السنن أخي المشاهد قتل الوزغ وهذه جميلة لأصحاب الصيد ومحبي الصيد روى البخاري عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار ولهذا يقول أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وهو دويبة مؤذية والنبي صلى الله عليه وسلم علل بذلك بقوله أنه كان ينفخ على إبراهيم النار يقول القاضي وهذا بيان لخبث هذا النوع وفساده وأنه بلغ في ذلك مبلغا استعمله الشيطان فحمله على أن نفخ في النار التي ألقي فيها الخليل إبراهيم عليه السلام وسعى في اشتعالها وهو في الجملة من ذوات السموم المؤذية ولهذا قال ابن الملك ومن شغفها هو إفساد الطعام خصوصا الملح فإنها إن لم تجد طريقا إلى إفساده ارتقت إلى السقف ورمت بالقاذورات بجانبه أو عليه وفي الحديث بيانا أن هذا النوع جبل على الإساءة وقوله كان ينفخ النار على إبراهيم فيه إخبار عن ما يدل على فسقه وخبثه وليس حصرا لعلة قتله وقد ذكروا من ضرره أنه كان يمج في الماء فينال الإنسان من ذلك مكروه عظيم كما قال في عمدة القارئ وهو سام أخي الكريم ينفث السم وينقل أمراضا خطرا لمن يعيش معهم ولهذا قال الإمام النووي في علة قتله اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذية وجمعه أوزاغ أو وزغان ومن الناس من يسميه البريعصي لكن التسمية النبوية هو الوزغ ولذلك أمر النبي صلى الله عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات والحاصل أن الوزغ لا يقتل بذنب جده وإنما يقتل لكونه ضارا مؤذية والموجودات أو الموجود في البيوت والمزارع سواء بقتله وقد جاء في أجر قتل هذا الفويسق ما روى مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فلنحرس على الضربة الأولى فله كذا وكذا وفي رواية مئة حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا لا شك أنها أدنى من الأولى ومن قتلها في الثالثة فله كذا وكذا وهي أدنى من الثانية هذه سنن جميلة يا أحبة لا بد أن نحييها وأن نعلمها الأبناء والإخوان والبنات والجيران من أجل إحياء السنن في مجتمعنا لعل الله عز وجل يشملنا برحمته إلى لقاء جديد نستودعكم الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر